السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد من قناة لايف سلوان نور النهاردة ان شاء الله هنتعلم مع بعض زي هنعمل الفيونكا الجميلة دي الفيونكا دي انا هعملها عشان الفيديو اللي بعديه هعمل حاجة للكريسمس فأولت اعمل دي لوحدها وهي سهلة جدا وبسيطة ان شاء الله تعجبكم ويلا بنا نبدأ ونشوف زي هنعملها مع بعض في البداية هعمل العقدة هي سهلة جدا من ثلاث خطوات هعمل ستين سلسلة انا هستعمل ابرا مقاس ثلاثة مليمتر هعمل ستين سلسلة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة زي من شايفين انا عملت هنا ستين سلسلة وفي الاخر هزوت كمان اتنين ادي واحد اتنين حليف القطع الابرة وفي الغرزة التلتة يعني انا هتخطى الاولى والتانية وفي الثالثة هعمل نص عمود غرزة نص عمود معايا تلات لفات هاسحب مرة واحدة في كل الغرز هعمل نص عمود لغاية نهاية السطر زي من شايفين كده هكمل نص عمود زي من شايفين انا خلصت كل السطر كده تلع معايا ستين غرزة من نص عمود دي كانت الخطوة التانية يعني الخطوة الاولى عملنا سلسلة الخطوة التانية عملنا نص عمود الخطوة التالتة زي ما انا قلتلك هي بثلاث خطوات هعمل ايه هرتفع ثلاثة سلسلة واحد اتنين ثلاثة هروح هنا على اول غرزة احنا هنلف الشغل بقى هعمل غرزة حشو هعمل ثلاثة سلسلة هتخطى غرزة اتنين وفي الثالثة هعمل غرزة حشو واحد اتنين ثلاثة هتخطى واحد اتنين وفي الثالثة هنا هعمل غرزة حشو وهكذا واحد اتنين ثلاثة هعيد نفس الخطوات واحد اتنين ثلاثة يعني هتخطى واحد اتنين وفي الثالثة هعمل غرزة حشو بالشكل ده هيبقى عندي السلاسل هعمل كده كل السلسلة دوران بس أنا لما أوصل هنا هبقى أقولكم يعني إزاي هكمل الدوران زي ما تشايفين أنا وصلت هنا لنهاية السطر هعمل دوران عملتي تلاتة سلسلة هنا هروح على أول غرزة كده وعمل غرزة حشب هكمل واحد اتنين تلاتة هتخطى واحد اتنين وفي التالتة نعمل حشب وهكذا واحد اتنين تلاتة هتخطى واحد اتنين والتالتة هعمل غرزة حشب كده لنهاية السطر هعمل منزلقة زي ما انتشايفين أنا هنا وصلت لنهاية السطر وزي ما أنا قلت إن هي بتلات خطوات خلاص أنا هاقفل بمنزلقة أهو في أول غرزة هنا هاقمن الشغل هاقص الخيط بتاعي طبعا الخيط ده هاقفين بين الغرزة طيب زي ما انتشايفين دلوقتي هنعمل ازاي هنجيب القطعة كده ونجيب الحتة دي نعملها من هنا كده خلاص الفيونكا اهي طبعا انت تزبطيها بس كده بالشكل ده هاقص يعني كده حوالي نص متر من الخيط عشان ألفها حواليها وأربطها تاني اهو القطعة اهي هالفها كده بالشكل ده يعني انا لو عملت هنا واحد اتنين كده والتالتة هسيب من هنا واحد اتنين والتالتة وحاجيب كده هاجيبها كده بالشكل ده هاجيب الخيط بتاعي هاقعد ألف عليها هشد اللفة كده بالشكل ده سهلة وبسيطة جدا وهتنفعكو في مشاريع الكروشيه كتيره غير الدكورات يعني ممكن تزيني بها الدكورات بتاع الغرف بتاع اعياد الميلاد يعني حاجات كتير قوي طبعا هاقص الخيط الزيادة ده واهي الفيومونك بتاعتي شكلها جميل جدا وبسيطة وانتي تزينيها هنا باتنين لولي بخرزة اي نوع خرز حضرتك يعني ممكن تعمليه زي من شايفين انا حطت عليها الخرزتين اللولي لزقتهم فيه مسدس الشم وده كان فيديو النهاردة اتمنى هيكون عجبكم وستنوني شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته